موسيقى فالدعوة إلى الله تعالى الصدق دليله هو التضحية وليدك النبي صلى الله عليه وسلم يقدم التضحيات من أجل الدين يقدم التضحيات العلماء نعم صحابة نعم قراء نعم السؤال الثالث لماذا لم ينصر الله تعالى هذا الدين ويحفظ هؤلاء العلماء من أصحاب رسول الله يلا كان المولى قادرا على أن يحفظ للنبي هات السبعين والعشرية يتمنين والسبعين دي الأوحول في الشهرين وش حالة سيدي السبعين والعشرية وش حال والسبعين الخورة وش حال تعرفوا مية وخمسين صحابة من خيرة الصحابة فيهم حمزة وعبد الله بن جعش ومصعب بن عمير وحرام بن ملحان وعبد الله بن طارق وخالد بن البكير وزيد بن الدثنة مية وخمسين من صحاب النبي في ذلك وقيتا اللي كانوا يا الله وحد سبعمائة وحد ولا تعرفوا اسمه يا ولا ما تعرفوا الخمساس فلماذا لم ينصر الله هؤلاء دون أن يتعرضوا إلى القتل لأن هذه هي طريق الدعوة إلى الله فالله تعالى ينزل نصره متى صدق الناس مع ربهم وأعطوا كل شيء لله حتى يرضى وهناك يستحقون زد نصر الله من فوق فما صدر بيدي الأسباب لكي ينزل نصره وعالك لأنه إن حزتم بكليتكم إلى ربكم الآن استحققتم أن ينحاز الله بكليته معكم والله معكم ولن يتركم أعمالكم حينما تكونون مع الله وتقدمون لله تعالى كعربون صدق أغلى ما تملكون من أجل هذا الدين هناك أقسم بالله لينصرنكم الله والنصر كي جدار كي جدار في التاريخ كما جدير كي جدار نصر في التاريخ عندهم مقدمات ولا ما عندهم مقدمات حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاد جاءهم نصرنا إذن كيف يأتي نصر الله وكيفاش في القرآن كيف يأتي كيفاش يأتي فجأة زاد وعندما زاد يستيئس الرسل والمؤمنون أي يعتقدون أنهم زد قد غلبوا ولم يعد بمقدورهم أن يواجهوا الكفر هناك حينما يصدقوا مع ربهم يفاجئ الله المؤمنين بنصر يأتي من حيث لم يحتسي ثم رابعا إن هذه التضحيات التي نقدمش وعند يقول لك عاوة وش حالو أنتم ما كانت قتل بهذا الشيء الله يرحملكم ولو أنت يريح وماري صالكم يا كاسيدي غيرك تصلي روح من الجامعة للدار والجامعة للدار أختيك أنت سيدي علاش كانت تكلم عن هذا الشيء خلي الناس اللي بغيزها اللي بغيش قاذب بالراسك خلي الناس رابس السعيدية 300,000 واحد كيتعره والراجل كيرفد بنته عريانة عندها 60 عندها 4 الناس كانت تقول هكذا خلي سيدي علاش تكلم لتيئيس الناس فهذه القيتة هذه إن شاء الله تبارك وتعالى يعلم المؤمنون الذين يحملون على آتقهم هذه الدعوة أنه لا ينبغي أن يلتفتوا إلى كلام الناس كلام الناس لا يفيده في شيء هم عندهم قضية وحدة إما أن يريدوا وجه الله ويعملوا لأجله زيد وإما الدنيا والركون إليها ولا يجملوا بأصحاب النبي والدعاة الصادقين أن يركنوا إلى الدنيا على حساب الدين بماذا تعبدنا الله؟ تعبدنا بأمرين اسمه هم إقامة الدين على مستوى الفرض والأمة والعالم تعبدنا الله بأمرين العمر اللي هو اسمه إقامة الدين على مستوى الفرض والأسرة والمجتمع والدولة والبشرية لأنه رحمة للعالمين والأمر الثاني الذي تعبد الله به واسمه أن نلتمس كل السبل والوسائل لتحقيق ذلك على الأرض ومن الوسائل نفوسنا وأرواحنا في دا هذا الدين أقل ما يمكن أن يعتقده المؤمن نحن صدر بقلنا عبدوني بإقامة الدين في الأرض ولكن إقامة الدين في الأرض لا يأتي هكذا عن طريق الحلم يجي لقيل هكذا بسماسما عشوائيا جوزافا يجي باش بعمل اتخاذ الأسباب دعوة جهاد تضحيات إذن لنسا يكون عارف من ولذلك فالمؤمنون أمام هذه القضية الكبرى بين عمرين إما أن يلتمسوا جميع السبل لتنزيل هذا الدين والدعوة إليه والتضحية من أجله ويعرفون أن هذا هذا هو طبيعة الطريق وإما أن يلجأوا كما هذا العلماء أنت حد الزمان لمن لمن نتكلم عني واسم يقولك كي يدلك الدرس في الجافة في التدفزيون أنا بيدلك على الرحمة على السماحة على التسامح على العبادات على الوضوء على الصلاة على صلة الأرحام على بر الوالدين على حفظ الأمانة على الوفاء بالعهد على قل له يدلك على محاربة المنكر قل له يدلك على محاربة الاستبدال قل له يدلك على استرجاع القدس والجهاد في سبيلها الجهاد أصبحت كلمة حرام محرمة الجهاد لنصرة الدين أصبحت كلمة مطاردة فيتحاشى العالم الآن الذي يقوده الأمة أن يقول كلمة جهاد يقولوا يقولنا الله يرحميك والجراكين وحظ ظلم كبير نزع المسلمين ورم كايت قتلوا يقول كلمة في حقاء أولئ الذين يشجنونا ظلما وهؤلاء يقولك لا ماشي وقت ولا إله الله وغب اللتي وغب شوي شوي ومن بعد دعوة صعبة وعلينا أن نتدرج وعلينا أن كذا ويجد لذلك واسمه مجموعة من التبريرات الواهية في وقت واجب الوقت فيه أن تواجه أعضاء الله ولذلك الأمة محتاجة إلى ابن تيمية وإلى محمد بن عبد الكريم الخطاري الذين عاملوا في الأرض عاملوا في الأرض أعطاه الثمن من أجل الدين ويحزن صلى الله عليه وسلم ولكن واسمه يزيد مرة الثانية والثالثة والرابعة لأنها طبيعة الدعوة هكذا لا بد أن نعبد طريقة الدعوة بدماء الصادقين قال سيد قط رحمه الله منين قالوا له اكتب معالي بطريق قالوا له الله يخليك احنا نتسطولك باش إن شاء الله تعالى يعفو عليك فقط فقط تراجع عن أفكارك التي كتبتها وسود قلمك بها صحائف كتاب معاني في الطريق قال إن السبابة التي ترتفع خمسة مرات توحد الله لا يمكن أبدا أن تنحني لغير الله هكذا إذا كنت قلت الحق مشينا اللي تنزل الحق ولكن قلت الباطل يديوا ناس دينا وإذا قال كلماتنا تبقى ميتة وجثثا هامدة لا روح فيها ولا تدب فيها الروح حتى نسقيها بدمائنا فإذا سقيناها بدمائنا دبت فيها الروح وعاشت بعدنا الدرس الثالث سيدنا حرام بن ملحان جبار بن سلم يطعنه من خلفه فيقتله فتدخل الحربة من ظهره غضرا فتخرج من بطنه فيبتسم ويقول فزت ورب الكعبة عقل أول أول من قال فزت ورب الكعبة عندما استشهد هو حرام بن ملحان رحنا دينا يقوله أول 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 من سنى سنة القتل زيد خبيب بن عودي أول من سنى سلاة الصلاة في القتال زيد عبد الله بن أونيس الأنصار اليوم أول من قال فزت ورب الكعبة شكرا هو حرام بن ملحان وابتسم قال جبار بن سلم فعجبت وأنا أقتل الرجل وأثنيه من الحياة يقول فزت ورب الكعبة فتساءلته كيف فاز وقد قتلته لأن قصار فهمهم كان يصل إلى أن قتل الإنسان وهو وضع حد لحياته زيد وقطع صلته بحياة المتعة سيذهب إلى مكان يأكله الدود وينتهي ذكره فكيف يقول في وقت يعتبر العرب في الجاهلية أن القتل هو نهاية الإنسان ويقول فزت ورب الكعبة باش فاز باش قتله فاز هو يبتسم قال فلما سألت من لي وإله قال صرت أسأل المسلمين لماذا قال حرام قد ذكر الكلمة ولا سقتله في الرأس لماذا قال حرام بن ملحان لما قتلته وطعنته غدرا فزت ورب الكعبة وابتسم قال فاز بالشهادة والجنة فعلمت أن هذه الدنيا زيد ثانية هذه واحدة ثانيا وأن الذي يقتل نصرة للدين شهيد حي ثالثا زيد أن قال رسول الصلاة أن الشهيد عند القتل لا يستشعر الألم أبدا لا يستشعر إلا كما إلا كما إلا كما إلا كما تصيب نفسك بتلك الإبرة نغزع نغزع كل شيء اللي يجي يموت يتعذب يعاني سكرات الموت إلا الشهيد لا يستشعر ألم الموت حتى الموت والسكرات رب يخفف عن الشهيد الناس كتشوفوا تفتت وضربوه بالبرامل المتفجرة وتشتت الحمد يالو إحنا كتبنا الصورة فضيعة لكن الشهيد لا يستشعر ألم الشهادة إلا كما يوخذ أحدكم بإبرة إبرة أكذا خلنا وإذا يقول فستبي رب الكعب لم يكن يشعر إلا كما يشعر من وخذ بإبرة الله فكان هذا الدافع لجبار بن سلماء أن يسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله الذي قتل سيدنا حرام أول قتيل يسلم عنه بكل موحدة قال أفزت ورب الكعبة لم يكن يعرف معناها فلما عرف معناها أسلم وكان من هذه الأمة ومن خيار هذه الأمة فكان هذا المشهد طرح عدة تساؤلات عند هذا الرجل وأسلم يا الله سبحان الله المشهد يتكرر الإنسان غادي عن سيد ربي ويمتيقن غادي عن سيد ربي وفرحان بالشي اللي قدموا لسيد ربي والتعظم الفرحة أكثر مني يكون غادي عن سيد ربي وقدم أغلى ما يحب الله وهو نفسك يعني وصلت إلى قمة العطاء فيبتسم الإنسان ولا يهتزوا ولا يرتبكوا ويقول ثلاثة المرات أشهدوا أن لا إلى الوصف حتى اختلف الناس فيه حينما مات على هذه الطريقة وسمع العالم ثلاث مرات يتشهد الكل صار يكتب عن صدام هل هو شهيد احتقل بعض العلماء إن هذا الذي حدث لصدام لم يحدث لأحد في الأولين لماذا؟ لأنه ما كاش من اللي ماتوا من قبله لا من الأنبياء ولا من الرسول ولا من شيء واحد اللي اسمعوا الشهادة انتعوا قبل الموت قد ما اسمعوا لصدام ما كاش لأن تواجد هذه الوسائل ديال التواصل في عالمنا المعاصر ونقل للعالم مسألته واسمع قال عالم الشهادة آه ربي 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 والمسلس بلك من مات وكان آخر كلامه من الدنيا لا إلا الله دخل جنازة من مات فكيف بمن قتل ولاش قتل لأنه لم يريد أن يسلم العراق للصفويين كان حلقة كان شوك في حلق الصفويين الشيع الملعين الروافض وكان حلقة فاش شوك في حلقة أمريكا لأنه لم يريد أن زين يحرق البخورة عند أعتابي البيت الأبيض بغير شوية يستقل بغير شوية يستقل ولذلك كله نقم عليه وثالثا كان يعاون الفلسطينيين واليهود قالوا إن إقامة إسرائيل الكبرى تمر عن طريق بغداد إن إقامة دولة إسرائيل الكبرى تمر عن طريقي بغداد تدمير بغداد أي إسقاط النظام الذي لا زال يقدم الدعم للفلسطينيين إذن هذا فجد ورب الكعب الدرس الخامس ما وقع لسيدنا عامر بن فهيرة تعرفوا عامر بن فرهي شكونا عامر بن فهيرة الراعين تعسدنا أبو بكر الله يرحمه اللي كان مشارك في الهجراء بغنامه التي كان يمررها على آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر وأسماء بنتي أبي بكر في طريقه إلى الغارياك رضي الله من إن كان مهات السبعين اللي صفتهم من بيصلى عليه وسلم لدعوة إلى الله يباني عامل تعرفوا اسمه قال عليه المجرم هذا ما دي على عامر بن الطفيل على الملعون هذا عامر بن طفيل اسمه قال عليه قال لهم من ذاك من ذاك الذي حينما ضربته بسيفي قتله رفع بين السماء والأر رفع زيد وشف فيهاك ونزل قالوا ذاك عامر بن فهيرة الله الله قلوا لله رحمكم الوالدين من يتبقى تقرأ على الصحابة وصيرة المصلة عليه وسلم الإنسان يبقى مشدوها أمام صدق هؤلاء والله إن الكرامات التي أكرم الله بهؤلاء يجعل الإنسان يحترق شوقا لرؤيتهم والله 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 إن ذكرهم وذكر صدقهم وتضحياتهم ليملأ القلب طمأنينة وسكينة ويجعل الإنسان يعشق هذا الدين الذي جعل خيرة هؤلاء الخلق يضحي بأغلى ما يملكوه فيحتقل الإنسان نفسه لأنه حالعداد يريد كنت لكم كل واحد وكيدا له سيدربي عاصم بن ثابت يسمى دالو سيدربي زين العاصم بن ثابت يسمى دالو سيدربي يواجه السيل وده خبيب بن عودة يسمى دالو سيدربي دفنة في مكان ليعرفوا إلى عمر بن أمينة الضمري كل واحد يسمى دالو سيدربي وهذا يسمى دالو سيدربي رفعه الله رفعته الملائكة حتى قد يغيب لكن كان لابد أن يعود للأرض اللي يجفن فيها حينما قتل رفع تخيل يعني جسد يجندل والدم يسيل هو ضرب باشيطاح هو اسمدان ضرب باشيطاح هو اسمدان ارتفع فدخل الربع الرعب عام فصار يتبعه ببصره يلا يلا حتى كادت السماء تطبق عليه فنزل صار الله 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 لا يلا عقله على هذه السماوات انت لاقاوا ما على مقدن شاء الله فيما كنا نحضرونيا في هذا الحلقة هذا يقول له الساعة مرة احنا تكلمنا عليك الله يرحمه لك الله يجزيك بخير تكلمنا عليك في الهجرة وتكلمنا عليك حينما انتهت حياتك بالشهادة ويأبى الله إلا أن يرفعك يرفع جسدك باش تبقى تخلد يخلد ذكرك بهذا يخلد ذكرك بهذا يستشد ويرطفع الجسد وهذه من الكرامات التي أكرم الله بهذا الرجل رضي الله عنه عامل بن فهيرة هذا الرجل الرقيق الطيب الكريم انت ما تعرفش عنه في السيرة بزا ما تعرفش عنه تعرف قاتل في بدر وقع ما مذكورش يا كس وقاتل في أحود والناس قع ما مذكرتوش ولكن مذكور في الهجرة بزا ومذكور هيد في هذه سبحانك يا ربي سبحانك فرضي الله عن أصحابي رسول الله يا جمعين والدرس السادس هو ما وقع مع عمر بن أمي الضمري حينما جاءه رجلان من بني عامر فتركه حتى نام فقتلهما معتقدا أنه يأخذ بفأر أصحابه الذين قتلهم بن عامر قلناها إن شاء الله فإذا وصل إلى النبي عرف أن الرجلين إنما لهما أمان من رسول الله فقال ويحك يا عمر قتلت رجليني أعطيتهم الأمان ما قالوا شنبي مزيان را قتلت هذهك الناس مقابل هذهك الناس مزيان لأنه فلوقيت واسمه حلوقيت ليس أن يقول واسمه أنا قتلوا لي سبعين غضرا وانت قتلت هذه الزوج الزوج بسبعين كيوان فقال إحنا واسمه يقول ملح مزيان نبيسنا نقال له لا أنا أعطيتهم الأمان أنا لا أخفر ذمة أحد أنا لا أخفر ذمة أحد إنها المبادئ إنها المبادئ لن يدينهما أي لنؤدي أدية مقابل الرجلين للقبيلة التي قتلت أصحاب تخيل قبيلة قتلت لي سبعين واللي منع منهم قتل منهم زوج ولأن ننبيك أعطهم الأمان قال لهم إن شاء الله تبارك وتعالى نخلصهم يا الله كيف سيكون أثر هذا الكلام وهذا التصرف وهذا الموقف للنبي مع قبيلة قتلت سبعين من أصحابه أنا هذا الكلام لمن أقول له لكل من دخل إلى بلد أجنبي وأعطى وعدا لأحد من الناس ودخل بالقانون عن الناس ماشي يقول هذو كفار رمي ستغلونا غادي ناكلهم هذو كفار كلاونا البلاد نتعنا نمشي نخشهم ونصرقهم هذو كفار ظلمونا ودونا نسالهم ندينهم نساهم لا يا أخي لا عليك أن توفي بالعقود وجميع بنودها مع أي كان يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أنا أعطيتك التزام أنا أوفي أنا أوفي يقول لك ثلاثة Eles تحدسبوا وثمotyهم مع المسلم والكافر والمر والفاجر اشكونوا معقل بينهم هذه أعطي وساب ثلاثة وجب عليك أن تؤديها للمسلم والكافر والبر والفاجر أعطي عليها وشانا ثلاثة وجب عليك أن تؤديها للمسلم والكافر والبر والفاجر والمؤمن والمنافق كلش اللي والأسمو أيا الوفاء بالعهد أعطيت عهد أخويا وفّلوا العهد إلى مدتين الثانية حفظوا أمانته الأمانة والثالثة صلة الرحم وخيكون كافر ولا مشريك ولا بر ولا فاجر يسلك صلة الرحم ما تقول لش أنا ذاك عمي مكفس وكلاني وكذا وكذا يسلك صلة الرحم أو يا ربي هذو ثلاثة تعطيهم المسلم والكافر والبر والفاجر والمؤمن والمنافق الوفاء بالوعدي وتأدية الأمانة إذا استودعتها من قبل أي كان مسلم الله كافر وصلة الرحم أكد تعرف أسماجة همها ومشركة ما بغير تسحلها الباب حتى ترسلت من قتله يا رسول الله أمي أتتني وهي راغبة ما معنى راغبة في الصلة راغبة في الخير قال صلي أمكي لم يأتي الإسلام لتقطيع الرحم هكذا رسول الله يوفي العود يقول لكم ندرهم وما درنا ندرهم قولهم لا ندرهم كما در الكفر قولهم لا وسوتنا هو رسول الله خدوتنا هو رسول الله هذه إن شاء الله السلسة وأما السابعة لا إله إلا الله محمد رسول الله قام حسان بن ثابت لما جاءه وخبره استشهاد السبعين بقصيدة قصيدة لأنه كان هو اللي يقول وزير الإعلام دي الأمة وكان رضي الله بالشعر دياله يقلب المعارك يقلبها يرفع معنويات الأمة أكد عقله منهم شاذك سيد يهرب للمكة وبقى كل مدينة كل دار يدخل لا يعجل صاحبه حتى لم يجد ذلك اليهودي كعب بن أسد لقتله الصعابة لم يجد بيتا يأويه لأنه كان متبوعا بسهام الشعر شكونا أولي كان يديرا حسان بن ثابت فقال قصيدة عظيمة ومن جملة ما قال فيها أينكم يا بني عامر كيف يخفر عامر بن الطفيل ذمة سيدكم عامر بن مالك ملاعب الأسنة خذوا الصعر فسامعه أحد العرب من مشرك بن عامر فجاء بالسيف فضرب به عامر بن طفيل شو الشعر واسمودي شو الإعلام الدور دي الإعلام الدور دي الإعلام يا الله قال قصيدة واستحث فيها بني عامر يقول لهم أهانت عليكم أنفسكم أن تخفر ظمة عامر بن مالك سيدكم من قبل عامر بن الطفيل مجرم مجرم جعلكم تخفرون ذمة سيدكم خذوا صعركم من هذا المجرم فخرج أحدهم فضربه بالسيف لكن لم يقتله فجاء إليه بهذا الرجل مكبلا لكي يقتله فقال عفوت عنك عفوت عنك فإن شفيت من هذه الضربة كان لي فيك رأي سأراه فيك بعد أن أعالج أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه إلى السماء يدعو على عامر بن الطفيل فقال اللهم اكفني عامر اللهم اكفني عامر اللهم اكفني عامر الله فما الذي حدث له دخل إلى بيتي فأصيب بمرض خبيث أصيب بغدة كغدة البعير تعاوش بالغدة أنا متعاوش غدة تخرج له هنا لك وش تقول شو يا عاجة البوص هنا يا عاجة بدأ تكبر 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 ولا تحدث أنا بالبعير فألزمته الفراش فهجرته النساء وهجره الأهل وبقي وحيدا بعد دعوة اللي بقي وحيدا فيلتفت عن يمينه فلا يجد أحد ويلتفت الشمالا فلا يجد أحدا فطار عليه الأمد من يقدم له شربة ماء من يسعفه من يقترب منه والكل يخاف من هذا المرض الذي ربما ينتشر عن طريق العدوى فقام إلى فرصه تحمل نفسه وقام على فرصه وقال هل تكون نهاية وأنا وأنا على هذه الحالة لا صبي ولا رجل ولا صاحب لا يخليه واحد بوحدة الوغش أمين يا اللي تعدي على الأولياء والدعاة يا اللي تعدي على الدعاة الصادقين والأولياء من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب والله تجي تقول ليلة هيدا الله تبغي تقولها عند الموت والله ما تقولها والله لتسلبن كلمة التوحيد عند الموت يا اللي يوقف ضد شكون أحباب الله اللي وما أحباب الله نيشان وليك إحنا واحدة واحدة الميثان المغربي مزيان يقولوا هنا المغربة قال لك كيف يجي يقولها يعني الخاوي تسلم بالعامر كيف يجي يقولها لك كيف يجي يقولها يقولوا لك محظونابش يقول لك سلم للخاوي تنجام العامر ما نسلم للخاوي اي لا تؤذي الخاوي الخاوي شكل هو لكن الإنسان لي كيف يبلك انت باشي حتى التماء مش تبقى تذرحية الا لأننا قار راح نعو اساط يقولك سلم للخاوي تنجام العامر مش هيت بشي عند العامر العامر وتبقى الخاوي وماذا لان ما أنت بذات الخاوي فانت بشي عنده هذا اللي إذي أولياء الله تعالى أرهي إذي الله ولي إذي الله من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب خلاب وحده في الأين قوتك حلمه في أن يقتسم الحكم مع النبي تبخر يقل نقسمه إياك حلمه في أن يكون خليفة رسول الله من بعده تبخر حلمه في أن يهجم على المدينة كما هدد النبي بألفين من الفرسان على شقر وأشقراء تبخر وهو الآن ينام وحيدا ليس معه أحد فتحامل فركب على فرسي ومات على فرسي ركب على فرسي ومشى بعض الخطوات فسقط ميدا بوحده وبهذا ننهي معكم أعظم حدث في الدعوة إلى الله في سيرة النبي علش هو أعظم حدث دين الدعوة لأنه حدث خالص للدعوة شحال في من داعية؟ سبعين شحال تقتله؟ تسعى وستين اللي عاش منهم قتل فوقاش في غزوة خندق أما عمر سيعيش وسيكون هو سببا في معركة مهمة بين اليهم صلى الله على حبيبنا وعش